اشتركوا في القناة مازال موجود بالحوت في منزلة الرشا وحكينا انه هاي منزلة جيدة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وراح تستمر في هاي الزاوية او في هاي المنزلة لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين بنتقل القمر للحمل فيه راح يكون متواجد في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير هيك فهي سيئة من الافضل عدم البدء باي شيء جديد لا هي جيدة فقط لعلاج الاسنان وعمليات الصغرى وتقليم الاضافر وحلاقة الشعر تجميل الاشياء اللي مثل هيك اما بالنسبة للزاوية الفلكية فاول زاوية راح تكون ما بعد الحلقة هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة 11 و37 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة 7 و52 دقيقة صباحا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة 12 و53 دقيقة يعني هاي بتيجي ما بعد الظهر اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية اذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار يعني الساعة 12 و53 دقيقة بعد الظهر وحتى تمام الساعة 11 و4 دقائق يعني بمعنى مدتها 9 دقائق خلو المسار وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا هاي العبارة دايما بنحكيها عند اي خلو مسار حتى لو بكون مدة دقيقة وحدة طبعا على طول الساعة 11 و4 دقائق بعض الظهر بصير القمر موجود بالحمل في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا ونتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وادخال تعديل على قصة الشعر واقامة حفل ما الحدث اللي رح يصير هي ما بعد خلو المسار هي انتقال الزهرة الى برج السرطان الساعة 23 دقيقة بعد العصر يعني هي تقريبا يعني بفترة المساء بتوقيت جرينيش طبعا رح ينتقل كوكب الزهرة في ساعات ما بعد العصر لبرج الجوزاء من برج الجوزاء لبرج السرطان ورح يظل فيه لغاية ظهر يوم ستة تسعة خلال هاي الفترة او فترة الشهر المذكور بيشعر موليد برج السرطان بقوة العاطفة خاصة انه بيطرق تحسن ملحوظ على مظهرهم الخارجي فمنهم من يبدأ بعلاقة عاطفية جديدة او بعزز العلاقة القائمة اذا كان راضي عنها طبعا بيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج المائية الاخرى زي العقرب والحوت والترابية زي الثور والعذراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة في ساعة ولادته في برج السرطان اما بالنسبة لتأثير كوكب الزهرة على جميع الابراج بالنسبة لبرج الحمل بيستفيدوا في امور الها علاقة بالعقارات والعلاقات العائلية اما بالنسبة لبرج الثور فبصير في عندهم مجال لأمور الها علاقة بالسفريات القصيرة والاتصالات وتعزيز العلاقة مع الاخوة والجيران وعمور الها علاقة بالامتحانات او الدورات او الدراسة او الامور اللي الها علاقة بالتسويق اما بالنسبة للجوزاء طبعا هنا بتفتح مداركهم اكثر وتعطيهم فرص لمكاسب مالية واشياء الها علاقة بتطوير وضع مالي معين وعادة بتكثر المناسبات والهدايا والهبات والمساعدات لموليد برج الجوزاء اما بالنسبة للسرطان فرصة عاطفية ومالية والاهتمام بالنواحي الفنية والتجميلية اما بالنسبة للأسد بفيدهم في اثناء تعاملهم مع مؤسسة او شركة كبيرة او الشركات الكبيرة او عملي جديد بالنسبة للعذراء بالنشاط الاجتماعي والعلاقات بالنسبة للميزان في مجال العمل بالنسبة للعقرب بالسفر البعيد والعلاقة مع الاجانب والاشخاص اللي خارج البلاد وامور الاتصالات والدورات والدراسة والقضايا القضائية اما بالنسبة للقوس من مال بيعودلهم دائما من شراكة او من اموال مشتركة اما بالنسبة للجدي بتفيدهم في امور الشراكة او في العمل او شراكة في العمل او في الزواج اما بالنسبة للدلو بتفيدهم في عمل بس بتحذر من ارتفاع الوزن عندهم انه الفترة هاي عندهم قابلية لزيادة الوزن اما بالنسبة للحوت حظ عاطفي ومالي وتجميلي اه والفرصة بتكون متاحة للنساء اللي بكونوا رغبنات بالحمل بالفترة هاي اللي عندهم مشاكل بالحمل بقدرونهم يعملوا عملية زراعة او علاج بالفترة هاي برضو بتساعدهم بشكل اكبر اما بالنسبة للقمر بما انه موجود بالحمل المعناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 9-8 رح يكون في تمام الساعة 47 دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي له 10-8 رح يظل لغاية الساعة 21-28 دقيقة فجرا لينتقل بعدها القمر لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدة بـ 18 يوم في تمام الساعة 7 دقيقة مساء بيصبح 19 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل لغاية 10 ثمانية مزاج طبعا منتحس لغاية ساعات الظهر بعدين بصير سعيد عطارد في الأسد حتى يوم 28 المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء والسرطان حتى يوم 6-9 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 المزاج ممتزج المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 المزاج منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 المزاج ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد وبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 14 المزاج منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما ان القمر رح يكون متواجد في بيت المتاعب فهي نفس الاثار اللي كانت خلال اليومين الماضيات بظل في تعب مسيطرة عليكم يعني من الان لغاية ساعات الظهور تقريبا من ساعات العصر بتبدأوا فترة افضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود اهم اشي انك تحذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك اثناء التعامل مع الغير لانه اليوم في بعض الزوايا رح تتشكل او القائمة اللي شوي بتخلي الواحد يفقد السيطرة على حاله يعصب يثور بالعصبية شوي هيك يكون مزاجه متقلب في حدية بالطباع عنده وبرضو بيكون فيه نوع من انواع التسرع اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا منحكي عن اورانوس اورانوس اللي بيشكل زاوية برضو سلبية ما زالت قائمة ما بين اورانوس والشمس اللي هو بتجيب شوية مفاجآت على المستوى المالي المفاجآتها عادة بتكون يا ايجابية يا سلبية ولكن اليوم محتمل انه يصير فيه تبذير او اسراف او رغبة باخراج نقود او بيكون حدية اثناء مطالبة نقدية او مطالبة بفلوس لا اليك او مستحقات لا اليك حاول انه اليوم تضبط اعصاب قدر الامكان عشان ما تكبروا الامور وما تخلي الخلافات تتفاقم اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الاجواء مش مساعدة للك في بداية النهار لغاية ساعات العصر بيكون العصبية والحدية والانفعال موجودة ولكن من ساعات العصر الاجواء بيصير جيدة جدا وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع الغير وبصير عندك قدرة للإقناع عالية جدا وبرضو بيكون معنوياتك عالية جدا ممكن يكون في عندك امتحان او مقابلة خلال هذا اليوم اهم اشي انك تركز وتدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضول اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا بنحكي عن الزهرة الزهرة هنا بنقول انه بتكون ديروا بالك من بعض الانفعالات اللي ممكن انه شوي يعني تظهر على الساحة او نقاشات او جدالات عائلية الاجواء في بعضكو رح يشعر انه في اجواء ايجابية بالدعم من وضعهم لانه في زاوية تفليث اساسا ما بين الزهرة وما بين الكواكب في الجدي ولكن الاهم من هذا كل ياتو انه بدكو تمسكوا اعصابكم قدر الامكان ممكن شوي صير في نوع من انواع الغضب او الانتقاد او التحسس من موقف ما شوي بتكو تشحنوا حالكو بطاقة عشان تبعدوا عن الخلافات العائلية والمنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا عنا زاويتين اللي هو اول اشي الزاوية الاولى بتيجي مع الشمس الزاوية الثانية بتيجي مع عطارد والزوايا هاي كلها بتيجي مع يعني الها ارتباط باورانوس الها ارتباط بالكواكب اللي موجودة بالجدي فشوي بتعمل نوع من انواع التقلبات عندك يعني بتخلي مزاجك ممتزج لحظات بتكون الاجواء العاطفية عندكم ممتازة وبرضو على التواصل والاتصالات والرغبة بالتواصل مع الحبيب الاجواء العاطفية بتدعمكم وحاب لانك تعمل القروجة او نزهة او تغيير ولكن عطارد بعطيك نوع من انواع السلبية والتقلب بالمزاج وبعطيك برضو نوع من انواع يعني شغلاتك عصبية يعني بكون في عندك حب للسيطرة او فرض الرأي او التحكم بالاحبة وخصوصا الابناء وبرضو الحبيب والوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء اليوم تقريبا بكون فيها شوي الضغط على مستوى العمل ممكن تواجه بعض المتاعب او ما تقدر تنجز كل اعمالك بشكل كامل او ممكن تدخل بخلاف او نقاش ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل وفي منك رح يشعر ببعض التعب او الوهن او يحس انه ما عنده طاقة لبذل اي شيء لغاية ساعات الظهر بعدين الاجواء ممكن تتحسن لصالحكم شيئا ما اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي برضو شوي بتكون جيد اليوم يعني بتدعمكم في بعض المنازل ممكن تعمل تقارب ما بينك وبين الشركاء او مرافقة ولكن حاولوا قدر الامكان انك تبعدوا عن الخلافات او النقاشات او الحوارات الحادي اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة ممكن تنشط في بعض المسائل اللي الها علاقة بالاموال المشتركة لاموال الزوج او الزوجة او اموال الها علاقة بالبنوك الضريبة والتأمين او تحصيل لاموال اليك او حقوق لا اليك او جدولة بعض الديون او ترتيب بعض الحسابات اما بالنسبة للبيت التاسع بتنشطوا من ساعات ما بعد العصر نشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمواضيع بحثية او سياسية او علمية او فلسفية يعني بكون فيه نشاط عالي جدا اليوم ممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك ولكن برضو منحذر من العصابية اما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر هنا بنحكي عن الجدي الجدي اللي فيه كل الكواكب هاي اللي موجودة واللي عامله زوايا تربيع مع اورانوس ايش واي بدها نوع من انواع الحذر اثناء التعامل فعشان هيك شوي بيكون في عندكو حدية بالطباع رغبة بالمغامرة والمجازفة شوي ممكن تخالفوا بعض القوانين بسبب تهوركم حاولوا انكم ما تخالفوا القوانين ما شوهوا سمعتكم ما تدخلوا بخلافات او جدالات او نقاشات حدي ما بينكم وبين زملائكم او رؤسائكم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم من علاقاتك او علاقات الاصدقاء فاليوم ممكن تنشط بلقاء الاصدقاء او تقابل معهم او دعوة لحضور حفلة او مناسبة الاهم انك انت تخرج للقاء الناس وخصوصا من ساعات العصر لانه الاجواء بتكون مساعدة للك اما بالنسبة لنبتون نبتون طبعا بوضع ايجابي حاليا فعشان هيك بيدعمك بشكل قوي على مستوى امور الها علاقة بالعمل مع المؤسسات الكبيرة او مع الشركات الكبيرة برضو بعزز من قدرتك على انجاز الاعمال والاهتمام بصحتك اكثر بس اهم اشي انك تبعد عن الوساوس وما تخلي الاحباط او الملل يسيطر عليه برج الثور طبعا بتكون تحاولوا تنجزوا كل اللي بتقدروا عليه قبل ساعات العصر لانه من ساعات العصر بيصير القمر موجود في بيت المتاعب عندكم من الان يعني النشاط عالي جدا ولكن فيه تقلب بالمزاج عند كل يوم واضح تماما وبرضو فيه نوع من انواع الحدية والعصبية بردات الفعل او النرفزة او الاستياء من توجيه صفة الامر ايش ما كانت حتى لو عامر بسيط ممكن تستاء من هذا الموضوع حاول قدر الامكان انك ما تفرغ طاقتك السلبية او العصبية او الغضب ما تفرغه بالاشخاص اللي حواليك ايش عن حالك بطاقة ايجابية على اساس انك تتجاوز الفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على مستوى الوضع المالي ممكن تحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم اللي بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او هدايا في نوع من انواع الدعم الجيد المالي او ترتيب وضع مالي بشكل جيد الاهم انك انت تبعد بس عن التبذير قدر الامكان وما في داعي للمفاجآت اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى تحركاتك وتنقلاتك واتصالاتك وحواراتك وحتى على مستوى الامتحانات وبرضو في لك اهتمام رح يكون بموضوع العلاقة بسيارة او صيانة او اشياء الى علاقة بالتليفونات او الكمبيوترات ممكن تهتم فيها خلال هذا اليوم او الاجهزة الالكترونية في منكو رح ينشط اليوم باتصالات عالية جدا اللي عنده امتحان او مقابلة ما يخاف الاجواء بتدعمك واليصالحك في الايام هاي بس شرط انك تكون جاهز اما بالنسبة للبيت الرابع فهنا عندنا الجو رح يكون ممتزج ما بين كوكبين اوليش الشمس ما زالت صحيح سعيدة هي بمكانها ولكن بتشكل زاوية تربيع فعشان هيك بتجيب لك اجواء جيدة او مشتريات او اثاث او فرحة على مستوى البيت ولكن في لحظات بتصير منتقد ولاذع وممكن تستاء من الاوامر او من صفات معينة او من مشاكل او خلافات او مواجهتك في امر معين ممكن يثير عصبيتك ويكبر الامور او يخليك تصل لمرحلة من العصبية يعني ما تقدر تسيطر على حالك وطبعا هذا من تأثيرات كمان عطارد اللي هو علاقة بالاتصالات والمواصلات فممكن تنشط في مسائل العلاقة بالعائلة او لقاء العائلة او ترتيب عائلي ممكن تنشط بامور بيتية او منزلية او امور الها علاقة بامور البستنة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى العاطفي خلال هذا النهار فممكن تستغل بعض الامور العاطفية او اللقاءات العاطفية او الانسجام والتواصل الرائع ما بينك وبين الاحبة او ما بينك وبين الابناء او ما بينك وبين الوالدين يعني الاجواء اجمالا ايجابية على المستوى العاطفي فعشان يكحاول انك تستغلها وترفيها عن نفسك برضو بتدعمك على مستوى الهوايات وعلى مستوى الامور اللي بيشتغلوا في المجال الادبي او الفني اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل تقريبا منقدر نحكي انه فيها ايجابية برضو بتدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الصعبة ممكن تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم او بعض الاهتمامات تكون لصالحك في منك رح يكون له تعامل جيد وممتاز مع زملاء او مع رؤساء بالعمل وممكن بعضك يتطلع نتيجة لفحصات لصالحهم او فيها نتيجة ايجابية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتدعمك على مستوى الشراكي فعشانك بتعمل تلاقي او تقارب بوجهة النظر ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار حاول تستغلها بشكل ايجابي قبل ما ييجي ساعات المساء لانه شوي بصير في حدية او استياء او عصبية او نقاشات حادة ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيشجعك على مستوى الاموال المشتركة وبيفتح لك مجالات لمكاسب مالية او لقاءات او حل مسألة معقدة الى علاقة بالوضع المالي اما قروض او ديون او تسهيلات او امور الى علاقة ببنك او ضريبة او تامين او ميراث ولكن الاهم من هيك يعني حاول انك انت تعرف كيف تصرف فلوسك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بنقول لك انه في نوع من انواع الضغط او الاستياء او التهرب من بعض الاشخاص الاجانب او اللي عايشين خارج البلاد ممكن تجيك بعض اتصالات او تتصل وممكن تستاء من موضوع معين او من خبر معين هيك يسبب لك نوع من انواع الاحباط او القلق او الملل او انك تفرفط روحك من كثرة التفاصيل اللي عنده امتحان او مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ بده يدرس وبرضو في اثناء يعني اشي العلاقة بالدراسة او بالدورات بده يركز وما يتهرب اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء برضو بتدعمك على مستوى السمعة بتعزز من علاقتك مع نفسك ومع الاشخاص اللي حواليك ومع علاقاتك وممكن تنجز بعض الامور المهمة خلال هذا النهار وممكن انه يكون لك نوع من انواع التعامل مع بعض الاشخاص اللي فيه علاقة والتماس ما بينك وبينهم زي زملائك بالعمل او رؤساك بالعمل او اشخاص انت بتطلب منهم مساعدة او هم بتطلب منك مساعدة عشان انت تقوم بوجبك اما بالنسبة للبيت 11 فهو بدعمك على مستوى الامور اللي الها علاقة بالعلاقات والاصدقاء فممكن تنشط خلال هذا اليوم بامور الها علاقة بالاصدقاء او لقاءات او حوارات او تواصل ممكن برضو تبرع في امور الها علاقة بمناسبات اجتماعية ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة او لقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فاليوم بدك تدير بالك من خلافات وخصوصا اذا كنت بتشتغل على مستوى مؤسسات كبيرة خلافات تكون في العمل او ما تقدر تنجز اعمال مكالي لا اليك برضو ما تهمل صحتك في الفترة هاي بتحمل تقلبات على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل وبرضو بتعطي نوع من انواع العصبية والحدية وبرضو بتحمل نوع من انواع القلق او التوتر على صحة احد الاحبة برج الجوزاء طبعا الاجواء اول اشي بالنسبة للبيت الاول بتدعمك بقوة خلال هذا النهار يعني حاول قدر الامكان انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية حاول انك ترتب وضعك بشكل قوي الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة فعشان هيك حاول انك انت تستغلها من ساعات العصر الاجواء بتصير احسن واحسن كمان وبتصير قدرة الحضوض عندك اعلى بالفترة هاي والنفسية بتكون مستقرة اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بنفتح لك مجالات يعني جيدة على مستوى الامور المالية ومن ساعات العصر ممكن تتلقى اتصال او معلومة او خبر عن وضع مالي او تحويل مالي او اشي العلاقة لحل مشكلة مالية الاجواء او نوع من انواع الدعم او الهبات او المساعدات يعني الاجواء فيها امتيازية حلوة ولكن ما تحاولوا خصوصا اللي عندهم مشاكل عاطفية ما يحاولوا انهم يصرفوا فلوسهم او يبذروا فلوسهم او يهربوا من الواقع لا صرف الفلوس على اساس انه يرفيها عن نفسه او يغير الاجواء اما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تدير بالك من تقلب مزاجك والحدية يعني العصبية واضحة تقلب المزاج واضح التسرع واضح بردات الفعل السلبية واضحة فعشان يك بدك تدير بالك من التهور اثناء القيادي اثناء التنقلات اثناء العمل وبرضو بدك تنتبه اثناء النقاشات من الحدية والعصبية المزاج عندك عكر جدا صحيح انه انت شوي سرعة البديهة عندك عالية والقدرة على التحليل عالي ولكن انه اليوم يعني الطاقة عندك عالية بشكل سلبي اما بالنسبة الى بيتك الرابع فالاجواء بتدعمك على مستوى البيت وبتعمل اجواء تقريبا هادية شوي يعني بتخلي فيه توافق عائلي موجود ما بينكم ممكن تنشط ببعض المسائل البيتية والعائلية ترتيبات او تصليحات او ترميمات او اهتمامات منزلية بتكون عالية جدا ممكن تهتم ببعض المسائل اللي علاقة بافراد العيلة او نقاش معين او ممكن ديكور او اثاث او اشياء من هذا القبيل الا اهم انك تبعد عن النقاشات وما تثير الفوضى حواليك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء ممتازة وبتدعمك على المستوى العاطفي اليوم ممكن تتلاقى انت والحبيب او يكون فيه لقاء عاطفي عندك ممكن انه شوي تستغل هاي الاجواء الايجابية لاشيء بينفعك وخصوصا مصالحة او تراجع عن قرار سابق ممكن انه شوي هيك تجمع ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء برضو على المستوى العمل بتحمل نوع من انواع الايجابية فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن زملائك او رؤسائك بالعمل ولكن الاهم انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء داعمي بالنسبة للك على مستوى بيت الشراكي وبتعمل تقابل جيد فممكن اليوم ياتحملك مصالحة ياتراجع عن قرار سابق ياتلطف الاجواء اكثر من السابق يعني خصوصا اذا الي كانوا ما بينهم خلافات ما بين الازواج ممكن تظهر بعض الامور القانونية او المعاملات الحكومية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا منقول لك دير بالك على المستوى المالي او الاموال المشتركة ما تقرب اموال الزوج او الزوجة خلال هذا اليوم لانه ممكن انه هو يراجع حسابك او يحاسبك على مصاريف معينة او على المبالغ هاي والراحة حاول انك قدر الامكان تبعد عن اي شيء له علاقة ضمانة اشخاص او كفالة اشخاص او يعني تكفل حد عن طريق بنك او ادائن حد فلوس حاول انك تأجلها لليومين لتتضح الرؤية اكثر بالنسبة للك ممكن بعضك ينشط في مسائل العلاقة ببنك او ضريبة او تأمين خلال هذا اليوم اما مستوى امور الاتصالات البعيدة او الحوارات كل ما اقتربنا لساعات المساء بتزيد عندك الرغبة بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد في بعضكم ممكن يكون عنده امتحان او مقابلة او لقاء او مناقش لمشروع ما اهم انك ما تتسرع وكون مستعد الاجواء ما فيه الها داع الى اتخاذ القرارات الفردية بدون ما تحكم العقل الاكثر اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة طبعا القمر ما زال موجود في البيت العاشر ورح يظل ساعات العصر فعشان اهم انك تحافظوا على انجازاتكم في مجال العمل حافظوا على سمعتكم ما فيه داعي للتهور ولا للمجازفات ولا للمغامرات واصلوا عملكم اللي بدأتم فيه من قبل لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر بتنشطوا في امور الاصدقاء والحوارات واللقاءات الاجواء جيدة وبتجمعكم ممكن بعض الاصدقاء او صديق يساعدك في مسألة ما ولكن برضو ممكن انك تستاء من تصرف صديق او من عمل صديق او من فضول او تدخل صديق في مشكلة او مسألة ما حاول قدر الامكان تبعد عن المشاحنات قد ما بتقدر ما في داعي للخلافات ممكن يتوجه لك اليوم دعوي لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لبيتك اتناعش فهو بيدفعك على امور العلاقة بالتهرب التهرب من العمل التهرب من وضع صحي التهرب من دواء او علاج التهرب من المسئوليات التهرب من الاهتمام بالاحبة حاول قدر الامكان انك تخلي العنصر موجود لانه الفترة هاي اذا انت قللت الاهتمام اعرف انه في مشاكل وفي استياء وفي محاسبة للك على هذا الموضوع برج السرطان طبعا انت اليوم بيبلش الجو يتحسن نفسيا عندك بشكل عالي جدا ورح تشعر بطاقة عالي جدا رح تشعر بحيوية عالي جدا بلش التأثيرات الزهرة ترمي بظلالها عليكو فعشانك بتبلشوا بشكل تصاعد يتحسوا بطاقة يعني عجيبة شوي الاهتمام بالنفس بصير عالي اهتمامكم بشخصيتكم اكبر بتجميلكم اكبر فعشانك الاجواء بتساعدكم المهم حاول انك تستغلوا هاي الفرصة لصالحكم ما في داعي لأهمال الوضع لانه يعني هاي فترة فترة شهر من المفروض انها مميز جدا فيها مكاسب عالية جدا حاولوا تستغلوها وحاولوا تتجنبوا الاشياء السلبية اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بتكو تحذروا من المصاريف اليوم من تحت الارض رح تطلعلكم مصاريف ودفعات والتزامات وامور مالية او امور مالية معقدة او مطالبات او تراكمات مالية او اعطال بتطلب مصاريف او امور استشفائية بتطلب دفع فلوس يعني من كل الجهات ممكن يصير في ضغط على الوضع المالي حتى في اثناء اداء مشاريعكم او اعمالكم انتبهوا للوضع من سرقة او من ضياع فلوس او من اسراف بشكل جنوني اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك قدرة عالية جدا على الاقناع خلال هذا اليوم سرعة بديهتكم عالية جدا ومساعدة لالكم بشكل قوي حتى بالامتحانات بالاهتمامات مع اخ مع جار بالسيارات كل هاي الامور دعمة بس اهم اشي اللي عنده امتحان او عنده مقابلة انه يدرس ويستعد عشان المكاسب تكون احسن والنتائج تكون احسن برضو في منك رح يهتم بمسائل الى علاقة بسيارة او باتصالات او باخ او بجار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء المنزلية او العائلية بلشت تأخذ اتجاه او جانب ممتاز بيعمل تقارب او تلاقي ما بينك وبين افراد العائلة الاجواء البيتية والعائلية شوي هدت الضغوط عليها فممكن تنجز بعض الاشياء الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم او تهتمه بشؤون بيتية وعقارية وعائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية بتدعم بشكل قوي جدا وبتعمل تقارب ما بينك وبين الاحبة كل ما اقتربنا لساعات المساء بتحمل على لقاء او على تقارب او على امور عاطفية امور الها علاقة بهواية معينة امور الها علاقة باحد الابناء او احد الوالدين الاهم انه ما تخلوا هاي الاجواء تصير سلبية بسبب تقلبات المزاج اللي بتيجي من الانتقاد حد ينتقدكم او حد يفتح موضوع قديم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال بشكل جيد خلال هذا اليوم ويكون لك تعامل ممتاز ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل او ممكن يطمئن بالك من ناحية صحية او تطلع نتيجة لوضع صحي معين لصالحك او يعني يكون فيها نتيجة مرضية الاهم انك انت تنتبه لاعمالك وتنتبه لصحتك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء اليوم تحمل نوع من انواع المصالحة او التقارب او التلاقي ما بينك وبين الحبيب فممكن اليوم تتصالح او تتراجع عن قرار سابق او انه تندمجو بحوار معين او تضع خطوط عريضة للفترة القادمة برضو في منك رح ينشغل ببعض الاوراق والمعاملات القانونية او تجهيز بعض الامور المناسبة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى الاموال المشتركة او امور الها علاقة في البنوك والضريبة والتأمين والاموال والديون والقروض فممكن تنشطوا في هاي المسائل وتحصلوا على بعض المكاسب من هاي الامور اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود لغاية ساعات ما بعد الظهر او للعصر فاللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بدهوا يستعد بشكل جيد بتنشطوا بامور الها علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات وبرضو بتنشطوا اليوم في اتصال بعيد او سفر بعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية اهم شي انك تنتبه اثناء السفر وتفقد كل اوراقك وامتعتك كما عليك عدم التسرع اثناء قيادة السيارة والتنقلات اما بالنسبة للبيت العاشر فهونا اليوم بالذات بدك تنتبه ما في داعي للمجازفي ولا للمغامرة ولا للدخول باشياء مشبوهة ما تخالف القوانين ما تحتد امسك حالك من العصبية وردات الفعل في بعض الاوقات المريخ ممكن يدفعك لخلافات او مشاكل ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل او بمكان العمل او للا اشخاص اللي بيعملوا بالمؤسسات الكبيرة او التهور بمسائل ممكن انها تشوه السمعة اما بالنسبة لبيت العاشر فهو يعني شوي بعطيك بعض الايجابية وخصوصا انه ممكن تكون في نوع من انواع التلاقي على مسألة الها علاقة باصدقاء او حوارات او لقاءات او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن ممكن تستاء من بعض الحضور او من طريقة التعامل او من الانتقاد او من مواضيع ممكن تنفتح تكون انت طرف وانت ما اليك علاقة في الموضوع فيها فحاول قدر الامكان ما تفاقم الامور وما تكبرها وما تدخل حالك بمسائل ما بتعنيك حاول تبعد قدر الامكان وريح راسك اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء جيدة وابتدعمك بشكل قوي اليوم على مستوى امور العمل وعلى مستوى امور الصحة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ولكن زي ما حكينا انو روح بدوامك بوقتك ما في داعي للخلافات ما في داعي للنقاشات ما في داعي للحوارات وخصوصا ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل وبرضو اهتم بصحتك اهتم بتغذيتك ممكن تحملك الفترة هاي قلق على صحة احد الاحبة او معيادة مريض او زيارة مريض برج الاسد طبعا بالنسبة لى موليد برج الاسد اليوم الاجواء جيدة نفسيا جيدة نفسيا ابتدعمك وكل ما اقتربنا لساعات المساء ابتدعمك ولكن اللي رح يصير منه من الان لغاية ساعات المساء الحدية والعصبية والتقلب بالمزاج وفرض الاوامر والسيطرة هدولة الخمسة بدك تدير بالك منهم اليوم لانه عندك رغبة للسيطرة بشكل كبير وفرض الاوامر والمواجهة وحد الطباع لدرجة انه ممكن تأذي فمعروف الاسد اذا نوى على الاذية مؤذي فعشان هيك حاول تضبط اعصابك قدر الامكان وحاول انك تبعد عن المواجهات والخلافات قدر الامكان الاجواء مش لصالحك اليوم خلي المزاج رايق لغاية ساعات المساء الاجواء بتصير احسن وافضل وبتطلع من الضغوطات هاي وحاول انك تضبط لسانك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اليوم من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم الاجواء بتدعمك بعض النتائج اللي كان صعب انك تحققها بالفترة الماضية ولكن الاهم انك تبعد عن المصاريف للزيادة وعن الدفعات وعن التزامات انت ممكن ما تقدر توفيها حقها اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا منحكي جيدة وممتازة على مستوى التنقلات والحوارات وعندك سرعة بديها عالي جدا وقدرة على الاتصالات والاقناع والدراسة والاستيعاب وامور لها علاقة بالسيارات او بالتليفونات او باجهزة الكمبيوتر او مكملات الالكترونية او اشياء من هذا القبيل كلها بتدعمك بقوة فعشان هيك اني غد تنم الفرصة انفتح مجال امامك لا شيء بتعلق امتحان قدراتك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت بشكل قوي وبتعزز من علاقتك العائلية او البيتية او علاقتك مع افراد العائلة ممكن اليوم تنشط ببعض المشتريات او اشياء لها علاقة باثاث او ترتيبات او ديكور او اهتمامات عائلية او نقاش او حوار بمسألة عائلية معينة طبعا انت خليك محظر خير عشان ما تخلي الامور تولع بزيادة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا بنحكي انها جيدة على المستوى العاطفي فاليوم ممكن تنشط بامور عاطفية او بهواية معينة او باتصالات او بحوارات او تلاقي ايشي العلاقة بنزوة تغيير جو او هيك بتحب تقعد في مكان انت بتحبه بعيد عن اعين الناس هيك عشان ترفع عن نفسك او تغير جو او تجري اتصالاتك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بامور التجميل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة على مستوى تلاقي ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية ممكن تراجع طبيبك ممكن تظهر بعض الاعطال على مستوى العمل او الخلافات او النقاشات او الانتقادات حاول انك ما تفاقم الامور وما تكبرها وزي ما حكينا انتبه لصحتك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة على مستوى بيت الشراك اليوم بتقارب ما بينك وبين الشريك اكثر تعمل نوع من انواع التجانس بالفكري او المعنوي وممكن تلاقي على مسألة معينة وممكن تحلوا خلاف او تتراجعوا عن قرار في اصدرته بالفترة السابقة ممكن برضو تهتم ببعض المسال اللي الهى علاقة باوراق او معاملات قانونية او محاسبية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها ايجابية على مستوى اموال مشتركة اموال ما بتعود لك فهاي بتفتح لك مجالات للقروض والديون والتسهيلات والجمعيات وامور الها علاقة بالميراث او اموال الشريك اموال الزوج او اموال الزوجة امور الها علاقة بقرض او معاملة بنك او ضريبة او تأمين كل هالاجواء ايجابية وبتدعمك ما زالت الاجواء بتدعمك لانه القمر موجود فعشان يك تفحصوا حساب مشترك ومتنعوا عن اي خطوة مالية جديدة اليوم خصوصا مشاريع دون قراءة العقود او قراءة الاتفاقية ممكن انها توصلك لمرحلة سلبية او فيها نوع من انواع المشاكل من ساعات العصر طبعا القمر رح ينتقل للبيت التاسع عندك فعشان يك بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وخصوصا لبعيدة او مع اشخاص اجانب او اشخاص خارج البلاد بس ما في داعي للمجازفة او الاهمال في العمل ممكن تتعرض لمشاكل في مكان عملك بسبب التسرع او بسبب ردات الفعل السلبية او العصبية بدك تنتبه بشكل كبير حتى اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا متقلبة اليوم برضو بترجع على العمل يعني بدك تحذروا من مجال العمل او مكان العمل او مع المسؤولين او زملائك بالعمل ما تشوهوا سمعتك ما تدخلوا بأعمال مشبوهة وما تغامروا وما تخالفوا القوانين مكان العمل اليوم حساس جدا بدك تكونوا حذرين اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يفتح لك لقاء او حوار مع اصدقاء او تلاقي مع اصدقاء او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او جمعة مثلا هيك او انت تقوم بزيارة صديق الاهم زي ما حكينا انه انت ما عندك النفس الكبير انت بس بتهرب على اساس تغير جو ما عندك جاهزية لسماع قصص وشكاوي واستفسارات واستفزازات اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فشوي الاجواء هنا هي جيدة يعني بتدعمك على مستوى علاقات عمل جديد تقديم لعمل جديد مراسلات امور الها علاقة بالعمل يعني توضيح وجهات النظر بدعمك الحظ في بعض المسائل ولكن عند الاقطاء الكبير الزهرة لسه ما انتقل بالكامل يعني لسه تأثيراته الكاملة ما وصلت عشان تدعمك بالشكل الكامل فما تعتمد على حظ الزهرة هي ممكن تخليك تنجز بعض الاعمال تفتح مخك لحل بعض المسائل ممكن تساعدك بوضع صحي معين ولكن ما تغامر انه تقول لا الزهرة ما هي رح تدعمني في الموضوع لا لسه ما انتقلت بالشكل الكامل فعشانك بدك تنتبه من العمل والصحة وبرضو على صحة احد الاحبة وممكن تحملك يعني شغلة لها علاقة بدعوة او لقاء مع احد بيشتغل في مؤسسات كبيرة برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الاول اليوم يعني تقريبا انت طاقتك متقلبة يعني شوي لانه القمر لسه مقابلك مباشرة فعشانك بتشعر بتقلب المزاج او ما عندك طاقة ما عندك نفس ما عندك رغبة حد الطباع في بعض الاوقات ردات فعلك سلبية داخل في مرحلة زي الاكتئاب مستاء من بعض التصرفات هذا كله بسبب ان القمر في منازل مقابلة اليوم رح يتحرك شوي للبيت الثامن بيخفف من الضغوط شوي الاهم انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وابعد عن الاجواء السلبية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء بتدعمك على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل اضافي او هبات او مساعدات او نوع من انواع الدعم الاهم انك انت ترتب امورك المالية بشكل جيد ما في داعي للمصاريف للزيادة وما في داعي اليوم انك انت تورط حالك في مسألة مالية بدون دراسة ووعي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى الحوارات والنقاشات والتنقلات وبرضو بتفتح لك مجالات جيدة اليوم للتلاقي ممكن تحل مسألة الها علاقة بامتحان او مقابلة او الها علاقة بتواصل او اهتمام بسيارة او باحد الابناء او احد الاخوة او احد الجيران اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت بيكون الاجواء هادية يعني فيه نوع من انواع التوافق او التلاقي ما بينك وبين افراد العائلة بتقدر تنجز الواجبات اللي عليك او الامور المطلوبة منك على مستوى البيت ممكن تظهر بعض المسال اللي الها علاقة بالمشتريات او الترتيبات او اشياء الها علاقة بأثاث او تغييرات او مصالحات عائلية او لقاءات عائلية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بدك تحذر على المستوى العاطفي شوي انت عاطفتك متقلبة ممكن انك تسبب لك بعض التوترات او القلق او الاستياء من تصرف الحبيب ممكن يكون لك ردات فعل سلبية اهم اش انك ما توجه انتقاد وبرضو ما تحاول تفرض او سلطة الامر هاي او كلمات الامر هاي متوجهها عشان هي اللي رح تسبب الخلاف اليوم ممكن تدخل بنقاش او تقلق على احد الاحبة او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها ايجابية شيئا ما بتقدر تنجز اعمالك بوقتها ممكن انك تهتم ببعض الملفات او رئيسك بالعمل بمسألة معه وممكن انه يكون في مراجعة طبية او مراجعة الطبيب او صرف ادوية او الاهتمام بعلاجات معينة اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر ما زال موجود ورح يظل لغاية ساعات العصر في بيتك السابع فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شركاتكم في ساعات النهار ولكن بدك تدير بالك طاقتك ضعيفة وردات فعلك سلبية وممكن يعني يكون في بعض التعطيلات يعني الامور ما تمشي مثل ما بدك من ساعات العصر تنهمكم في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة اهم اشي انك بدك تحذر من النزاعات مع تكبر الامور عشان ما تصير مشاكل اما بالنسبة للبيت الثامن زي ما حكينا المريخ هو اللي رح يأثر هو اللي بعض السلبيات والتحذيرات اللي احنا حكينا عنها بالنسبة للبيت التاسع الاجواء متقلبة ممكن يجيك اتصال اليوم يزعجك ممكن تهتم ببعض الامور اللي الها علاقة بالمراسلات او الاتصالات البعيدة ولكن ممكن انه ما تمشي مثل ما بدك يعني انتظر للامور هاي او اجلها لحين مصول القمر للتور بتساعدك بشكل اقوى وبتطلع النتائج اضمن فعشان هيك اللي عنده امتحان او مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض ممكن تنشغل ببعض الاوراق القانونية او المعاملات او المراجعات او الاهتمامات اللي الها علاقة بقضية او معاملة معينة او امتحان معين اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما في اي مشاكل الاوضاع جيدة مدعوم بطاقة كاملة بتقدر تدافع عن سمعتك وبرضو بتقدر تعزز من علاقتك مع زملائك ورؤساءك بالعمل او تقدم لطلب او معاملة او لعمل معين جديد مثلا حاب تشتغل يعني كل الاهتمامات بتكون على هذا الموضوع ولكن حاول انك برضو تضبط اعصابك من الخلافات والانتقادات اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم بتنشط على مستوى الاتصالات والحوارات والزيارات وممكن يكون لك تعامل اليوم مع بعض الاصدقاء او يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين الاجواء برضو اجتماعيا بتدعمك ممكن تحصل بعض الامور من خلال علاقاتك او من خلال معارفك او احد اصدقائك اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا معروف ان الشمس موجود الو بيت المتاعب وعطارد الان موجود واحد بعطيك ايجابية واحد بعطيك سلبية يعني متناقض جدا الوضع على مستوى العمل على مستوى الصحة على مستوى تقلبات صحية بتصير معك اعطال تأخيرات عادي ممكن اي حد يوعدك ما ينفذ وعده بالفترة هاي ممكن تتعطل بعض المسائل او تتأجل لوقت اخر ممكن انه شوية تحس ببعض الضيق او الاكتئاب او التقلب النفسي حاول انك انت ما تخلي الامور هاي تسيطر عليك استفيد من الاشياء الايجابية اللي احنا حكيناها حاول انك تحط بعين الاعتبار الاشياء اللي احنا حذرنا منها عشان الامور تمشي بشكل جيد ممكن اليوم تقلق بشأن صحي اما بتعلق فيك او في احد الاحبة المقربين جدا برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء جيد اليوم احسن نفسيتك احسن رغم انه في عندك تراكم اعمال الوضع الصحي شوي في علامات استفهام عليه يعني بظل الان افضل من الفترة القادمة يعني هي والله انها فترة هي مزعجة لانها متقلب على المستوى النفسي اول اشي القمر لما بيكون موجود في البيت السادس بيأثر على الصحة وبيأثر على العمل ولما ينتقل بالمقابل بيصير يأثر على يعني بعطيك اشي العلاقة بالشراكة بشكل جيد ولكن ممكن يسوي خلافات شراكة ويخلي طاقتك ضعيفة ما تتحمل الامور على حسب علاقاتك على حسب تربيتك على حسب وضعك الاجتماعي ممكن الفترة هاي او اليومين هذول يكونوا هم المسيرات الوضع معك بالطريقة اللي بتناسب وضعك يعني اما بالنسبة للبيت الاول فزي ما قلنا هو متقلب على المستوى النفسي مشحون بطاقة صحيح ولكن انه برضو سهل جدا استفزازك وسهل جدا انك تتقلب بمزاجك او تدخل بحيرة من امرك في بعض المسائل اما بالنسبة للبيت الثاني تعطيك بعض الفرص اللي على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او منهبات مساعدات نوع من انواع الدعم يعني في بعض الايجابيات ولكن حاول انك تهرب عن المصاريف والالتزامات المالية والدفعات والغرامات والاشياء والمخالفات يعني كلها هاي بدك تكون حذر منها بالفترة هاي لانه شوي الامور بتيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الثالث فانت عندك قدرة على الاتصالات والمواصلات والاقناع ووجهات النظر وبرضو الاهتمام بالاشخاص اللي حواليك سرعة البديهة بامتحاناتك مقابلتك بس بدها شوي التركيز يعني ما تعتمد على الحضوض وما تدخل بنقاشات وما تأجل اعمالك او تتغيب عن اعمالك بتكون الامور ممتازة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اما باخ او جار او امور الها علاقة بسيارة او تليفون او اجهزة الالكترونية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت متقلبة اليوم فيه نوع من انواع الشحن او الضغط او العصبية او الالتزامات او الاعطال او المشاكل العائلية اللي ممكن تظهر على الساحة حاول تبعد عن الخلافات وعن الحدية بالطباع لانه الاجواء مش لمصلحتك فعشان هيك ما تكبر الخلافات وما تكبر النقاشات عشان ما تنحسب الامور عليك وما تكبر الامور وما يصير فيه خلافات حدي او مشاحنات وما تنتهي في الايام القادمة لانه برضو الايام القادمة القمر مكانه مش مناسب للك اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيد يعني بتقارب ما بينك وبين الاحبة اهتمامك بابنانك ممتاز بالعائلة ممتاز ممكن تنجز بعض الاعمال او يكون عندك رغبة للخروج او الاحتكاك مع الاحبة او تغيير الجو او الرحلات او ممارسة هواية معينة اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات العصر اهمش انكو تواصلوا العمل اللي بدأتم فيه من قبل وما تبدأوا بعمل جديد حاول تهتم بصحتك بالفترة هاي ما تهمل صحتك اي شيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك من ساعات العصر القمر بنتقل للبيت السابع اللي هو بيت الشراكة الشراكة المالية والعاطفية بصير عندكو او بالعاطفة ما بينكو بين الازواج بس بتكو تنتبهوا من النياران او الجروح من الالتهابات على انواعها وبرضو من حديد الطباع والتحسس من بعض الانتقادات اللي بتيجي من الزوج وبرضو ما تشعر الزوج بانه هو مهمل ومقصر في هذا اليوم تحديدا عشان ما يصير خلاف وتكبر الامور اما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيجيب تقلبات على المستوى المالي ممكن يجيب لك فلوس ممكن يجيب لك ارباح ممكن يحلل لك مسألة لها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين وممكن اموال مشتركة او دعم معين ولكن بالمقابل ممكن يعركس بعض الامور او يراكم عليك المصاريف او الدفعات او الغرامات اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونية او معاملات او امتحانات او امور تعليمية بتنشطوا بتنقلاتكم وحواراتكم اذا كان عندك مقابلة او امتحان حاول تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء يعني على مستوى السمعة ممتازة جدا يعني بتدعمك بتعزز من علاقاتك معارفك بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن حقق انجاز او عمل معين تنجزه خلال هذا اليوم ممكن تسمعك بعض الكلمات اللي فيها اطراء او ثناء او تكريم اما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بدك تنتبه من بعض الاصدقاء المحتالين او الاشخاص اللي ممكن يتدخلوا بشؤون حياتك او يفرضوا حالهم او يحاولوا يحشروا حالهم في حياتك او انهم يكونوا بالظاهر صديق ولكن بالباطن هو انسان متحايل او ماكر بيحاول انه يستغلك او انه يتدخل في شؤون حياتك بدك تنتبه من هاي النقطة ممكن يتوجه لك اليوم دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تنشط بلقاء الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا بدك تنتبه من بيت المتاعب صحيح انه ما في اشي بخوف ولكن برضو تواجد القمر بضغط على بيت المتاعب بسبب لك بعض الاضطرابات فحاول انك ما تتغيب عن عملك حاول ما تتأخر في انجاز اعمالك ما تخلي اعمالك تتأجل ليوم ثاني انجزها بوقتها برضو اهتم بالشؤون الصحية ما تنسى ادويتك ما تخربط فيها ممكن اليوم برضو تحمل لك نوع من انواع القلق على صحتك او على صحة احد الاحبة برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الاول اليوم نفسي تكنت احسن مشحون بطاقة عالي جدا وعندك قدرة على انجاز كثير من الامور برضو بظل الحد داعمك لغاية ساعات العصر تقريبا فعشان هيك شوي حاول انك تستغل اليوم بايجابية الاجواء تقريبا داعملة اليك بشكل قوي وعندك قدرة على تحقيق كثير من المكاسب خلال هذا اليوم اذا استغليت الاجواء والاجابيات الي بتدعمك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ممتازة جدا على المستوى الي اليه علاقة بالوضع المالي فممكن تحقق بعض المكاسب اليوم او الاهتمامات المالية او ممكن يجيك دعم معين من اليه علاقة بدعم مالي او من عمل الاضافي او مستردات او هبات ولكن بدك تحذر من المصاريف الزائدة او من الدفعات او من اشياء العلاقة بالتهرب بس لا تتفشش في مشتريات اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضاغطة على مستوى الحوارات والاتصالات فبعطيك شوية عصبية اثناء النقاشات اثناء الحوارات اثناء الاقناع ما في داعي للعصبية ما في داعي للتوتر ما في داعي لتقلب المزاج خلال هذا اليوم ما توجه انتقاد وما تكون يعني توجه كلام لاذع ممكن تنشط باتصالاتك وحواراتك ممكن تحقق بعض المكاسب من امور الها علاقة بالتسويق او بالمقابلات او بندوة معينة او مقابلة معينة ممكن تهتم بعلاقتك مع اخ او جار او امور الها علاقة ببعض الامور هكذا الداخلية اللي الها علاقة بالمقربين جدا في بعض الاهتمامات الها علاقة بالسيارة او الها علاقة بجهاز تليفون ولكن بدك تدير بالك اثناء تنقلاتك تركز بشكل جيد يخوفا من الحوادث او اعطال على الطريق اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مصبت والبيت احسن في فرح معين في مناسب معين في خبر معين ممكن اليوم تجتمع بلقاء او بحوار عائلي ممكن يكون الاجواء مناسبة للك ممكن تمشي الامور بشكل ممتاز ممكن تهتم بشأن عائلي او ترتيب او ديكور او تزبيطات تصليحات اهتمامات يعني كلها على المستوى العائلي بتكون ممتازة وبتعمل تقارب جيد اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود في البيت الخامس لغاية ساعات العصر فحاول تنجز كل اعمالك او الاشياء المهمة ما تأجلها حاول تنجزها من الان للعصر قبل ما القمر ينتقل للبيت السادس لانه الفترة اللي في البيت السادس راح تكون صعبة شوي عليك فعشان يحاول انك اليوم انت اتخلي الامور العاطفية هي شغلك الشاغل استغل الحضوض اللي بتدعمك بتظل العاطفي قوية عندكم وبيميل احباكم للتجاوب معكم طول ساعات النهار فممكن تهتم بأحد الاحبة او احد الابناء او احد الوالدين او تهتم بامور الها علاقة بالتجميل او تغيير جو معين او اشياء الها علاقة بالهندام ولكن من ساعات ما بعض العصر القمر راح ينتقل للبيت السادس فهونا بدك تنتبه لانه الفترة هاي بتصير يعني بدك تنتبه لصحتك وبتصير عصبي وبيغلب عليك طابع العنف والعصبية وخاصة مع الاحباء مع الاحباب مع الاولاد عليك الحذر بشكل كبير ممكن تعط الملف او تدخل بخلاف او نقاش او تستاء من تصرفات احد الزملاء او رؤساك بالعمل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء متقلبة على مستوى بيت الشراكة ما زالت بتحمل طابع التقلب فعشان هيك ممكن تستاء او يصير فيه نقاش او حوار او شوية حس باهمال او ممكن يوجه لك كلمة فانت تتحسس منها فيصير الامر فيه نوع من انواع المزاج المتقلب اما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المصاريف او الاهتمامات المالية اللي لها علاقة بالاموال المشتركة ممكن تجز معاملة او اشياء لها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او ديون او قروض بتحاول تأجلها او ترتبها بالطريقة الممتازة خلال الفترة هاي لكن اهم اشي ابعد عن المشاريع بدون دراسة وركز على مصاريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وممتازة جدا وبتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك خارج البلاد او التعامل مع الاجانب او اشياء العلاقة بدراسة ببحث معين اهتمام بمسائل ثقافة معينة يعني الاجواء كلها بتدعمك على بيت الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة الاجواء جيدة وممتازة وممكن تحقق من خلال هالنتائج جيدة بالنسبة لبيت السمعة هنا بدك تنتبه ما في داعي لتشويه السمعة ما تدخل بمواجهات ولا بمجابهات ما تخالف القوانين ما تحتد وما تتزمت برأيك حاول انك برضو تبعد عن الخلافات قدر الامكان اي شيء بشوه سمعتك ابعد عنه باليوم هاد اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى علاقاتك واتصالاتك واصدقائك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او اهتمامات ببعض الاصدقاء او تقديم يد العون لصديق او ممكن صديق يقدم لك يد العون او يهتم فيك بجانب معين حاول انك تستغل الفرص الاجتماعية لصالحك ممكن تقارب وجهات النظر ممكن تتعرف على صديق او تطور علاقة بالفترة هاي بشكل ممتاز اما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تنتبه على صحتك بدك تنتبه على عملك ما تراكم الاعمال ما يعني تبعد عن ادويتك ممكن تخربط بالادوية انتبه واحذر اثناء تعطيك للادوية وبرضو في المقابل ممكن تقلق بشأن صحتك او صحة احد الاحبة او عيادة مريض او زيارة مريض خلال هذا اليوم يعني بيكون عزيز عليك وانتي بترغب بعملية زيارته او مواساته او الاطمئنان على حاله برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء ما زالت مربك شوي في بعض الاشياء اللي بتسبب لك نوع من انواع التوتر بسبب تواجد القمر في بيتك الرابع يعني شوي هاي زاوية التربيع بتضغط عليك مش بالمكان المناسب للك بتظهر بعض الخلافات او الاهتمامات او الشؤون البيتية او الاضطرابات العائلية او استياء من تصرف احد افراد العائلة ممكن اعطال معينة اهتمام بتصليح ممكن مشتريات التزامات كلها هاي ممكن تظهر خلال هذا اليوم شوي تخليك هيك مرتبك فعشان هيك يحاول انك تهدي اعصابك ما في داعي للخلافات ولا للنقاشات ولا تخلي مزاجك يتقلب اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تظهر بعض الدفع او المصاريف او الالتزامات خلال هذا اليوم ممكن يتراكم عندك دين معين او تبذر فلوسك باتجاه نوع من انواع لتفشش حاول قدر الامكان انك تشحن حالك بطاقة ايجابية حاول تبعد عن المصاريف الزائدة وحاول تدير بالك على مقتنياتك واموالك من السرقة او يعني ممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك اليوم اللي بيشتغله في مجال التسويق او في مجال الادارة تقريبا اليوم الاجواء عندهم ممتازة اذا كان عندك دورة او مناقشة حاول تستعد بشكل جيد عشان تحقق مكاسب وتكون لصالحك يعني في نوع من انواع الدعم للك في ممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او مع جار خلال هذا اليوم وفي منك راح يهتم بشؤون الها علاقة بالسيارة او الها علاقة باجهزة الالكترونية اما بالنسبة للبيت الرابع فبتكون تتجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مسكنكم لغاية ساعات العصر واتعدوا عن الخلافات والنقاشات العائلية ما في داع تصعدوا الامور ولا تكبروها ولا تستاؤوا من تصرفات افراد العائل لانه الاجواء مش مساعدة لالك بالعكس الاجواء ضاغطة انت بتفضل الاجواء البيتية عندك رغبة انك تكون في البيت ولكن انه ما تكبر الخلاف او النقاش اذا ظهر شيء على الساحة اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر رح ينتقل للبيت الخامس في ساعات العصر فبتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم والتفاهم معهم ولكن ممكن تنفعل او تفتعل خلاف في المنزل او مع احد افراد العائلة او احد الابناء او احد الاحبة مزاجك حاد وطباعك عصبية وحساس جدا فممكن انت تتهور وتعمل اشياء الاشياء في الاخر انت الخسران لانه انت اللي رح تضغط على عصابك ورح تضيع الفترة هاي الايجابية ضيعها في مشاكل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نحكي انها متقلبة على مستوى العمل فممكن تظهر بعض الاعمال المربكة او الاعمال الكثيرة او تتدمر من كثرة الاعمال حاول انك ما تأجل وما يعني ما تلغي عمل معين ممكن هذا العمل يكون لصالحك او فيه اشياء بتدعمك ممكن تظهر بعض التقلبات الصحية او التطورات الصحية خلال هذا اليوم راقب صحتك ان شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية فاليوم بتقارب ما بينك وبين الشريك فممكن تحمل مصالحة او عن تراجع سابق تراجع عن قرار سابق ممكن شوية تهتم ببعض الشؤون وبرضو على جانب اخر ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة باوراق قانونية او معاملات او بعض الاهتمامات لا اشي العلاقة بقضية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشترك الان دخلت انت في مرحلة ممتازة هاي بتحسن الوضع المالي بالنسبة للاموال المشتركة بتحصيل اموال بدعم بقرض بمساعدة بتدعمك على كل المستويات حتى على مستوى تحصيل ديون لا اليك كانت معدومة او صعب انك تحصلها بالفترة الماضية الفترة هاي بتقدر تحصلها بسهولة وبتمفتح لك ابواب الدعم من بعض الاشخاص اللي ممكن انهم يساعدوك اما بالنسبة للبيت التاسع فبيفتح لك مجالات على مستوى الاتصالات البعيدة ولكن بما انه الشمس منتحسي وعطارد يعني شوي ضاغط يعني مش منتحس بالانتحاس الكامل ولكن زاوية التربيع اللي بتيجي مع الكواكب اللي موجودة بالجدي ومعنبتن يعني بتضغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تنتبه وبرضو ضغطها مع اورانوس بتسبب توتر عالي جدا فعشان هيك بتحدث مفاجآت تقلب المزاج حدية اثناء تعامل مع الاجانب ممكن تنهي علاقتك مع شخص انت بتعرفه من بلد ثاني او في بلد ثاني او اجنبي عنك بسبب تصرعك او بسبب سرعة او بسبب يعني شغلات هيك او قرارات سريعة وانه صعب انك تتراجع عنها بدك تنتبه لانه حدية الطباعة عندك عالية وبرضو ما عندك القدرة على تحكيم العقل بتحس حالك انه انت على صواب ولكن انت مش على صواب في غلط معين حاول تراجع حالك اما بالنسبة للبيت العاشر في الاجواء بتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك والعلاقات العامة فممكن اليوم برضو تنشط مع زملائك او بين زملائك لانجاز بعض الامور وممكن تهتم بمسألة الها علاقة بالعمل وممكن تسمع نوع من انواع الاطراء او التكريم حاول انك تكسب اليوم بشكل جيد لانه برضو بعزز امور الها علاقة بالعمل ولمصلحتك اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بقارب ما بينك وبين اصدقاءك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء وممكن يكون لك اهتمام بصديق او مسألة تتعلق بصديق تحاول تحلها او تساعده في مسألة معينة او هو يساعدك في مسألة معينة الاجواء تقريبا ايجابية وبتدعبك برضو في هاي المسألة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهونا بدك تدير بالك على صحتك تدير بالك من بعض التقلبات الصحية اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وبرضو بالمقابل ما تتوسوس وما تخلي الخيال يعني يعزز لك امور مش موجودة وممكن اليوم برضو تقلق بصحتك او صحة احد الاحبة او زيارة مريض برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء عندك متقلبة ونفسيتك اليوم مش مرتاحة رغم ان القمر موجود في مكان مناسب للك الا انه انت شوي عندك عصبية وعندك حدية وردات فعل سلبية ممكن تستاء من اي تصرف فينتج عنه ردة فعل سلبية ما تتسرع بتصرفاتك وما تتسرع بقراراتك عشان انت تحمي نفسك لانه كل اشي انت بتعمله بتسجل وما في اشي رح ينتسى فما تخلي امور تتسجل عليك تتحاسب عليها في الايام القادمة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او بتيجي هبات مساعدات نوع من انواع الدعم ولكن حاول انك تبعد عن المصاريف لزيادة وانك تتفشش بامور المشتريات او اشياء انت مش بحاجتها اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه فاليوم اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد اليوم ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار لغاية ساعات العصر وممكن تهتم بامور الها علاقة بالتنقلات او سيارة او اجهزة الالكترونية او كمبيوترات او اهتمام بمراسلات او دورات او اشي العلاقة بالحوارات بتنشط بالاتصالات بشكل كبير ولكن اثناء قيادتك للسيارة بدك تركز ما في داعي للتهور ما في داعي للاندفاع وما في داعي للعصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء يعني تضغطك على مستوى البيت بتعملك مشاكل على المستوى العائلي مشاكل على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الاعطال او قلق بشأن مسألة عائلية او عقارية او على احد افراد العائلة ممكن شوي تحتد بسبب تراكمات او بظهور سبب خلافي او نقاشي او تستاء من ردة فعل احد افراد العائلة ممكن تظهر بعض الاعطال المنزلية اللي بتطلب منك مصاريف واهتمامات اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء عندك متقلبة ففي الفترة هاي العلاقات الضعيفة او المبنية على اساس غلط عرضة للانفصال وعرضة لمشاكل فعشان هيك حاول قدر الامكان انك تبعد عن المشاكل راجع حالك ادرس العلاقة بشكل جيد ما تخلي النقاط تتسجل عليك حاول انك انت تحل الامور بطريقة عقلانية يعني بدون ما تكبر الخلاف انت حساس جدا واي تصرف ممكن يعكر مزاجك برضو ما تسمح للامور هاي انها تسيطر عليك بشكل كبير لانها تظهر خلافات واضحة من اورانوس اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة على مستوى امور الصحة وامور العمل ممكن تشعر ببعض التحسنات اليوم او تحسن على المستوى الصحي او يكون لك بعض المراجعات الطبية او اخذ بعض العلاجات اللي تساهم في عملية علاجك وممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بفتح مجالات على مستوى بيت الشراكة بعزز من شراكتك ممكن تدخل بشراكة جديدة ممكن تفتح مجالات لها علاقة بحبيب او تطوير مسألة او عريس مثلا او امور ما بينك وبين الزوج يعني تتطور العلاقة وتنحل مشكلة كانت في الايام الماضية ممكن تكون لصالحك ممكن برضو تحمل لك مصالحة او تقارب ما بينك وبين الزوج وتراجع عن قرار سابق كان ممكن واصل لمرحلة الفصال اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء ضاغطة على مستوى الاموال المشتركة فهي بتحمل مصاريف زيادة ودفعات غرامات تعطيل لبعض المسائل البنكية او الامور اللي الها علاقة بالقروض او الامور اللي الها علاقة مثلا بالمواريث يعني اشياء هاي كلها ممكن تظهر على الساحة ما في داع للدخول بمشاريع جديدة بالفترة هاي لحد ما تستقر الامور وتنتهي بعض الزوايا اللي تصير الاوضاع ايجابية يعني فترة يومين ثلاثي الاجواء بتتحسن وبتصير لصالحك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وبتعزز من علاقتك باشخاص امور الى علاقة بالسفر او بالتنقلات او بدراسة للغة معينة او النقاشات الفلسفية والدينية اما بالنسبة للبيت العاشر الاجواء على مستوى بيت السمعة برضو جيدة بتدعمك وبرضو اللي بدي يقدم لعمل اليوم ممتاز او يعمل مقابلة بتدعم من علاقتك ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل بشكل قوي جدا فحاول تستغل الفترة هاي اللي تكون الامور لصالحك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء بتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء وممكن ادعم من علاقتك ما بينك وبين اصدقاءك وممكن صير تعاون ما بينكم او فضفضة او مساعدة او تقديم يد العون يعني ما بينكم الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة ولكن اهم شي سرك يظل اليك ما في داعي تشرك حد فيه لانه ممكن يتسرب في الاياب القادمة اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء ما زال فيها شوية ارتباك على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك حاول تنجز اعمالك بوقتها حاول ما تخلي اعمالك تراكم عندك ما تهمل عملك وما تهمل صحتك راقب غذائك خذ قسط كافي من الراحة اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك الاجواء فيها بعض التقلبات الصحية اللي بتتعلق فيك او في احد الاحبة اللي بيطلب منك الاهتمام او ممكن زيارة او دعم معين او معالجة امر معين برج الدلو يعني الاجواء على المستوى النفسي احسن انت مشحون بطاقة وعندك ثقة بالنفس عندك قدرة على انجاز كثير من الامور اليوم برضو عندك رغبة بالانطلاق برضو في نوع من انواع الارتياح اثناء التعامل معاك عندك اهتمام بشخصيتك فممكن اليوم تحدث بعض التغييرات ممكن اليوم تهتم بمسائل الها علاقة بالشكل او علاقة بقسط الشعر او امور تجميلية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تدعمك على الوضع المالي وخصوصا انه كمان القمر موجود فبيجيب لك فرص من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم معين ولكن تتجنب شراء اي حاجة ثمينة وخفف من النفقات قدر الامكان وحاول انكم تحافظ على اموالكم من التبذير والسرقة والضياع اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء طبعا القمر رح ينتقل في ساعات العصر للبيت الثالث فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل انه يعاني لبعض منكم من مشاكل او نزاعات مع رفيقه او مع رئيسه في العمل او الزوج لأسباب بتعود للمال عليك تجنب التبذير برضو بتعمل نوع من انواع التشتت الذهن اثناء الحركة فاثناء قيادتك للسيارة او تنقلاتك بدك تنتبه على سيارتك وتنتبه على حالك وبرضو تنتبه اثناء القيادي خوفا من الحوادث واثناء الحركة خوفا من الاصابات احكم عصبيتك وما تخليها تظهر وما تسيطر عليك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت متقلبة لحظات الامور ممتازة ما فيه ولا اي شيء اندماج كامل وضع عائلة كامل تفاهم كامل ولحظات على كلمة وحدة بتولع الدنيا وبتصير مشاكل وخلافاته بتحتد الامور وبتصل لمرحلة انه ما بتقدروا تسيطروا على الوضع من التفاقم حاولوا تبعدوا لما تحسوا انه فيه مشاكل او فيه نقاشات تبعدوا شوي خطوة لورا على اساس انه ما تكبر المشاكل ما بينكم ممكن تظهر بشكل مفاجئ اليوم بعض الاعطال او الاهتمامات المنزلية ممكن تظهر بعض الالتباسات بالافكار او حدية الطباع على بعض الاشياء او مصاري تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة على المستوى العاطفي فبتقارب ما بينك وبين الحبيب وبتعمل اللقاء معين عندك رغبة بالخروج او نزهة او نزوة او ترفيه عن النفس او ممارسة هواية الاجواء بتدعمك بقوة وبرضو بتعزز بعض النقاط القوية لالك اليوم بتواصلك وتلاقيك مع الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتدعمك بشكل قوي اليوم على مستوى العمل فممكن تنجز عمالك بشكل كامل ممكن انك تهتم بمسألة العلاقة بالعمل او تطوير عمل او حل مشكلة بتتعلق بالعمل وبرضو في منك رح يراجع الطبيب او يجد علاجات او يعني يعطيه خبر ممتاز الو علاقة بتحسن بوضع صحي ممكن تلاقي العلاج الصحيح او انك تشعر بتحسن بالفترة هاي ولكن الاهم انك دير بالك من التهام الطعام لزيادة وزيادة الوزن اما بالنسبة لبيتك السابع فالاجواء بتدعمك على مستوى بيت الشراكة شيئا ما ولكن بالمقابل بتضعف من طاقتك عشان هيك تديروا بالك من الخلافات ما بين الازواج تحديدا او النقاشات الحادة او التحسس والحساسية من تصرف الزوج لانه شوي الاجواء حادة بتسبب نوع من انواع الخلافات او بتفاقم الخلافات بالفترة هاي حاولوا ما تدخلوا بنقاشات عقيمة وما تتحججوا عشان تعملوا مشاكل اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحل بعض المسائل اللي الها علاقة بالديون او القروض او تجد اليوم داعم للك لمشروع معين او ممول او امور الها علاقة بسداد الدين او امور الها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او اموال بتعود لك وتستردها انت بتكون مدائينها لاشخاص ومش قادر تستردها اليوم تسترد جزء منها اما بالنسبة لبيتك التاسع فبيفتح لك مجالات على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل والعلاقة مع اشخاص اجانب او اشخاص خارج البلاد ممكن تفتح بعض المجالات الها علاقة لتعلم لغة او دراسة او دورة في مسألة معينة او جمع معلومات او فكرية او علمية عن مسألة معينة كيف تحلها في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالمؤسسات التعليمية او القانونية زي بنك او ضريبة او امور الها علاقة بمحكمة او مثلا مراجعة لدوائر حكومية عشان اوراق اما بالنسبة للبيت العاشر فاجواء السمعة ممتازة جدا وبرضو بتدعمك بتعزز وبتدافع عن سمعتك بشكل قوي وفي منك اليوم رح يدخل في اشياء جيدة على مستوى العمل ممكن تسمع اطراء او ثناء او مديح من زميل لالك او من رئيسك بالعمل ممكن تنجز بعض الاعمال بمساعدة صديق او ممكن حد يساعدك لاتمام عمل معين يعني زي واسطة اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء وممكن تسعد بلقاء الاصدقاء في مناسبة معينة او في عمل معين ممكن يجمع عمل معين ما بينك وبين صديق او تتلاقوا على مسألة معينة لتتعاونوا لحلها اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بدك تكون حذر اليوم ما تخلي اعمالك تتراكم حتى لو شعرت بالتعب حاول تنجز اعمالك بالكامل الفترة الجاية ممكن يكون فيها بعض الصعوبات حاول انك انت ما تخلي الاعمال تتراكم اهتم بصحتك اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك يعني الوقت هذا بده نوع من انواع الاهتمام فما تقصر بامورك انت او بصحة احد الاحبة برج الحوت طبعا القمر موجود عندكم ورح ينتقل للبيت الثاني فبما انه موجود عندكم معناته بشحنكم بطاقة جيدة نفسيتكم احسن عندكم رغبة بالتغيير او تغيير حتى على المظهر وعلى اللباس وعلى قصة الشعر او امور تجميلية الاجواء بتدعمك بقوة محبوب ومرغوب من الجنس الاخر بشكل كبير جدا حاول تستغلها لانه الفترة القادمة هاي بتحمل يا تعارف يا تلاقي يا خطبة يا زفاف يا زواج يعني بدك تكون مهيئة انه الفترة اللي جاي هذا الشهر اللي جاي كامل في فرص عاطفية عالية جدا بتساعدك وفي حضوض تدعمك بشكل قوي جدا حاول تستغلها اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء حد شوي على المستوى المالي فعشان هيك من ساعات العصر ممكن تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجك سيء وبتكون قليل الصبر مما يسبب لك بعض النزاعات مع محيطك ممكن يتراكم عليك بعض المصاريف او الدفعات او انه التزامات تكون زيادة او تلجأ للتبذير بشكل مش طبيعي يعني ممكن تطلع لك مصاريف من تحت الارض دير بالك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتشجعك على الاتصالات والحوارات وممكن تجيب لك مشوير مفاجئة او تنقلات مفاجئة خلال الفترة هاي او اتصالات مفاجئة اهم ايش انك ما تستاء وما تعصب لانه انت قليل الصبر وعصب المزاج فعشانك يحاول انك تضبط اعصابك ممكن تفتح لك حوارات جيدة او لقاءات جيدة فالفترة ايجابية وابتدعمك اهم ايش انك تستغلها اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد اذا عندك تنقلات حاول انك تراقب وضع سيارتك ووضعك اثناء التنقلات ما تتسرع بدك تنتبه اثناء التنقلات برضو اليوم بفتح لك مجال للتعاون ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت ما في اي مشاكل بتمشي بشكل روتيني يعني اتمامك العائلي روتيني تماما بتهتم بوضع البيت وبعائلتك وبافراد العائلة بشكل كامل ممكن تظهر بعض المسائل البيتية العلاقة بترتيب او مصاريف منزلية او اعطال او مشتريات بيتية خلال هذا اليوم ممكن نقاش عادي او اهتمام عادي في مسألة قديمة الى علاقة باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الزهرة بدو ينتقل عندك عبيتك الخامس رح يدعمك بشكل قوي جدا وهو بشجعك وبفتح لك مجالات الى علاقة بالتجميل الى علاقة بالتنزيل الوزن مثلا تزبط كسماتك تهتم ببعض الامور اللي لها علاقة باللباس بالحبيب بالنزوات بالخروجات بالترفيه باللقاءات بالغراميات بعلاقتك مع الابناء بعلاقتك مع الازواج او الاحبة تقريبا الاجواء كلها ايجابية وبتدعمك بقوة بالفترة هاي فحاول انك تستغل للحظ اللي بيدعمك في هاي المسائل اما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تكون حذر لانه الشمس زي ما حكينا يعني زوية تربيع مع اورانوس ما زالت متشكلة وبرضو عطارد اللي موجود شوي سلبي في مكانه فعشان هيك بدك تنتبه ما تخلي اعمالك تتراكم ما تدخل بخلافات او نقاشات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ما في داعي لحديت الطباع ما في داعي للخلافات ولا الاهمال ولا التغيب عن العمل بالفترة هاي برضو بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تحتاج مراجعة طبيب فيها او اخذ ادوية بشكل مستمر اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتدعمك على مستوى بيت الشراكة الاجواء جيدة بتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك فالاجواء رح تحمل لك بعض الاشياء المفاجئة بتطوير علاقة معينة ما بينك وبين الشريك او مصالحة بسبب شيء او حدث كان بالفترة الماضية استغل الحضوظ اللي بتدعمك لكل شيء ايجابي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تعزز بعض النقاط القوية خلال الفترة هاي اللي لها علاقة بمسائل بنوك وضريبة وتأمين ومماريث امور ميراث امور جمعيات مثلا ممكن تنشط على هاي الامور او تبحث عن ممول لمشروع معين يعني الاجواء بتدعمك بشكل قوي فممكن تستغلها لتطوير وضع مالي معين ولكن بدك تراقب نفسك من بعض المصاريف او الالتزامات او تتهور بتوقيع على اوراق بدون قرائتها اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد فممكن هاي الفترة تحمل لك نوع من انواع يعني التعارف على شخصية مثلا اجنبية او شخص من خارج البلاد او الاهتمام باوراق ومعاملات قانونية او تعليمية اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو جيد وبيدعمك بشكل قوي على مستوى علاقاتك ومعارفك وعلاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل فممكن تطور شيء الو علاقة بالعمل وممكن تدافع عن سمعتك بشراسة بالفترة تسمع نوع من انواع المديح او الاطراء او التكريم على انجاز عمل معين اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الاجواء ضاغطة على مستوى بيت الصداقة فعشان هيك تحدث نوع من انواع التوترات او التقلبات او الاستياء من تصرف معين بتعلق باحد الاصدقاء ما تسمح لحد يتدخل بشؤون حياتك واي شخص بيحاول انه يفشي سر او يحشر نفسه بحياتك حط له حد من البداية حاول انك انت تحافظ على علاقاتك ولكن بدون ما انهم يتمادوا عليك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب برضو منحكي انه فيه نوع من انواع الايجابية فيه بساعدك على انجاز اعمالك ما بيخليها تتراكم بساعدك على الحفاظ على صحتك وبرضو بعطيك قدرة لمراقبة ادويتك بشكل جيد اهمش انك ما تسمح للوسواس انه يسيطر عليك ولا انه يوهمك بامراض مش موجودة برضو حاول انك تهتم او تهتم اليوم بصحة احد الاحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد